ولكن أنا عندي سؤال بشو نقول لك مصطفى انت بين الدراما والكوميديا اين يعني مصطفى كممثل يعني وين يحب نفسه اكتر شي بالدراما او بالكوميديا مع انه على بلنا الممكنين قاعي يحبوا الدراما والكوميديا انا ما ندير ما نشاهد على القاعدة المهم والاهم هو يكون عندك نص تركز عليه في الدراما والكوميديا يكون عندك نص مضبوطة ومحكمة تلقى رحكا لازم ادرب هالشين تي لونك ما كانش بريفيرونس ما كانش تفضيله على نوع من الاخر ساكي يممثلين يقول لك أنا نلقى رحتي في الدراما اكتر من الكوميديا مونيرا أنا نلقى رحي في النص في النص ويني يكون النص قوي ويكون مبني على اسس صحيحة يعني أنا بالنسبة لي كان قاعدتين لا تاليثة لهم بالنسبة لي أنا نمس أولا على شراء نقول نص ومخرج صح هذوما الشرطين الوحيدين لإنجح أي عمل ان كان وفي اللي في التسعين كانت عندك فرص الارتجال مصطبع كانت عندي أنا خاطيني الارتجال ما نعرش نصف أجل ما نعرش نبروبيزي وكادر على بالوضاير ما نعرش نبروبيزيزيون خاطيني ما نعرش نتطيني نص داكر ما تطينيش نص نرعني ساكت من نبروبيزيزيون لا لا كانت الارتجال مرحوا نشوفوا واحد الفتيار بركوا حقرار شوفوا حقرار فرحط لي حضروه الزميل